دول البلطيق، إسطونيا، ولاتفيا، ولتوانيا، لا تملك طائرات مقاتلة خاصة بها، وتقوم طائرات الناتو بدوريات في أجوائها. ومنذ بداية الغزو الروسي الشامنة لأوكرانيا، يقوم أعضاء حلف الشمال الأطلسي بشكل منتظم باعتراض الطائرات الروسية الاستطلاعية والمقاتلة في بحر البلطيق. ومع ذلك، أصبحت موسكو الآن تنتهك المجال الجوي لدول الناتو باستخدام الطائرات بدون طيار الهجومية، وقد سقطت إحدى هذه الطائرات مؤخراً على أراضي لاتفيا، ودعا وزير الدفاع اللتواني لوريناس كاشيوناس قوات الحلف بإسقاط الطائرات الروسية بدون طيار التي تشكل تهديداً للمنطقة. يجب على الشرطة الجوية أن تقوم ليس فقط بدوريات في الأجواء، بل ينبغي لها أيضاً إذا لزم الأمر من اتخاذ القرار على مستوى الناتو بحيث يمكنها أن تقلع على الفور وتدمر الطائرات بدون طيار إذا لزم الأمر، وفي الوقت المناسب. نحن نتذكر ونعلم أن حالة مشابهة قد حدثت في الماضي، فقد دخلت طائرات روسية المجال الجوية التركي، وتذكرنا رد الفعل حينها، تم إسقاط الطائرة ولم يحدث أي تصعيد، بل على العكس وضعت الحدود بوضوح. هذه هي الخطوط الحمراء الواضحة بالنسبة لروسيا، وهذه هي اللغة التي يفهمونها فعلياً. كما تشعر لاتفا وإستونيا بقلق بالغ أزاء ظهور طائرات روسية بدون طيار في المنطقة، وزراء دفاع هذه الدول يطالبون بتحسين الدفاع الجوي للدول الأعضاء المتخمة لروسيا، حسب ما كتبت بلومبرغ. وأكد وزير الدفاع الأستيني هانو بيفكور في مقابلة مع الوكالة أن تعزيز حماية الدول الحدودية سيؤثر بشكل مباشر على أمن أوروبا الوسطى، بما في ذلك دول مثل فرنسا وألمانيا. إنهم يدركون تماماً أن هذه الفوضى تشجع بوتين على اختبار الصبر بطرق أخرى. من الواضح أن البلدان التي قد تكون هدفاً للعدوان هي دول البلطيق ودول شرق أوروبا، لذلك نرى من جانبهم ردة فعل أكثر حدة وقلقاً، لكن للأسف، وفي المجمل لا يزال رد فعل الغرب ضعيفاً جداً تجاه هذا الموضوع. بعد سقوط الطائرات الروسية بدون طيار على أراضي دول الناتو، يجب على الدول الغربية الرد بزيادة الدعم لأوكرانيا. وزير الخارجية أندريسي بيغا أشار إلى أن انتهاك الطائرات بدون طيار الروسية للمجال الجوي لأعضاء التحالف هو تذكير بأن الأعمال العدوانية الروسية تمتد إلى ما وراء حدود أوكرانيا. ولهذا السبب تطالب كيف الدفاعات الجوية الغربية بإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ الروسية فوق أوكرانيا. تحتاج أوكرانيا إلى تحرك ملموس من حلفائها، قرار جماعي جريء باستخدام الدفاعات الجوبية الشريكة لإسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية فوق أوكرانيا، ومساعدة عسكرية أقوى وأسرع للجنود الأوكرانيين، وإزالة القيود المفروضة على استخدام الأسلحة من قبل أوكرانيا. لتنفيذ مثل هذه القرارات، تحتاج دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى وقت وتعديلات تشريعية. ومع ذلك، فقد بدأت التحركات في هذا الاتجاه بالفعل، فقد تنظر لجنة الدفاع في مجلس الشيخ الروماني في بعض التعديلات على التشريعات. وفقاً لوكات الأنباء الرومانية، ستسمح هذه التعديلات للجيش الروماني بإسقاط الطائرات بدون طيار التي تنتهك المجال الجوي للبلاد. إعداد نيكيتا سكوبليكوب لقناة يو اي تي في عربية.